موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من ساعة حرة وهي في جزئين في الجزء الأول نناقش الاستراتيجية التي أعلنها رئيس الأمريكي دونالد ترامب في شأن أفغانستان وشعاره الرئيسي لانسحاب سريعا من هناك لعدم تكرار خطأ العراق وفق ما قال الرئيس الأمريكي النصف الثاني نناقش فيه أيضا الأنباء المتواترة في واشنطن عن عزم الإدارة الأمريكية حجب مساعدات بملايين دولارات عن مصر بسبب عدم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان في نصف الأول من هذه الحلقة أرحب بضيوفنا وهم معنا من واشنطن الباحث المتخصص في شؤون دولية في شؤون سياسة خارجية الأمريكية مايكل بريجينت وهو من معهد هاتسون للدراسات ومن كندا عبر سكايب أرحب بالسيد أشرف حيدري المدير العام لقسم السياسة والاستراتيجيات في الخارجية الأفغانية وهنا في الستيديو أرحب بالعميد المتقاعد في الجيش العراقي الخبير العسكري إسماعيل السوداني أهلا بك قبل أن نبدأ النقاش لنستمع إلى هذا المقتطف مما قاله الرئيس ترامب في خطابه عمس أن أي انسحاب سريع لقواتنا من أفغانستان سوف يخلق فراغا يستغله الأرهابيون على الفور بمن فيهم داعش والقاعدة كما حدث قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول كما نعلم جميعا فإن قواتنا قامت بانسحاب سريع من العراق عام 2011 ما أسفر عن سيطرة الأعداء الأرهابيين على مناطق كانت قواتنا قد حاربت سابقا بقوة لاستعادتها لقد شاهد جنودنا مدنا كانوا قد حاربوا من أجلها ونزفوا دماء لتحريرها تسقط بيد مجموعة أرهابية تسمى داعش إن الفراغ الذي تسببنا به نتيجة انسحابنا المبكر وفر ملاذا آمنا بانتشار داعش ونموه وتجنيده لمقاتلين وشن هجمات إرهابية لا يمكن أن نكرر خطأ العراق مرة أخرى في أفغانستان سيد مايكل بريجينت في واشنطن ما أبرز ما رصدته في هذه الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس ترامب والتي قال فيها أنه غير انطباعاته الأولى عما كان يعتزم قيام به كان يفضل انسحاب ولكنه في البيت الأبيض وجد واقع آخر ما أبرز ما رصدته الاختلافات أولا شكرا لاستضافتي الاختلافات هو الآن رئيس الولايات المتحدة والحجة قوية جدا لو نظرت على ما فعله أوباما عندما سحبنا قواتنا من العراق تركنا فراغ أمني وداعش ملأت هذا الفراغ الأمني وبالتالي من السهل القول أننا إذا فعلنا نفس الشيء في أفغانستان فإن داعش ستتمكن من السيطرة على أجزاء معينة هناك بالفعل صعود لطالبان ثم هناك قضايا تتعلق بدعم باكستان للطالبان ومجموعة الحقاني التي لها ملاذ آمن في باكستان وبالتالي من المنطق تغيير المهمة ما هو مختلف هو أننا لن نفعل المزيد في الواقع سنفعل أقل سنركز على هزيمة المنظمات الإرهابية ونحاول مساعدة الجيش الأفغاني لطرد طالبان وطرد هذه المجموعات المتمردة لم ننجح كثيرا هناك باستثناء قوات العمليات الخاصة الأفغانية مضت 16 عاما خطوتين إلى الوراء وخطوة إلى الأمام وحاليا الشيء المختلف هو أننا لم نعلن عن تاريخ للانسحاب لم نعلن عن مهلة زمنية أو موعد محدد الدعم الأمريكي سيكون مبنيا على الأوضاع والظروف على الأرض سنتأكد من تحقيق أهدافنا قبل الإعلان عن أي انسحاب وهذا شيء جيد مرة أخرى ومثل القاعدة وداعش الطالبان هو عدو صبور جدا ولن نقول له متى سنغادر نعم وكان طبعا بالتأكيد ثمت أيضا مد يد لعناصر معتدلة في طالبان لفتح مجالات للتفاوض وليلتوصل للحل السياسي سنعود إلى هذه النقطة في وقت لاحق لكن دعنا نستمع إلى ضيفنا من مونتريال في كندا أشرف حيدري المدير العام لقصب السياسة والاستراتيجيات في الخارجية الأفغانية أهلا بك إلى ساعة حرة الرئاسة الأفغانية رحبت باستراتيجيات ترامب هل كان ثم تقلق جدي لدى كابل من احتمال إعلان ترامب انسحابا واسعا من أفغانستان نعم كنا قلقين قليلا وفي نفس الوقت كنا متفائلين أن الرئيس ترامب اتخذ إجراءات في الأشهر الماضية لدراسة الموقف وعمل تقييم والاستماع إلى التقييم من قبل القادة على الأرض كما كانت هناك العديد من الرحلات من جانب أعضاء في الكونغرس والإدارة الأمريكية بما فيها سيناتور جون مكين الذي قام بتقييم مكاسبنا في السنوات الأخيرة وكذلك التهديدات التي تواجهها أفغانستان لقد كنا نتطلع إلى سياسة يتم تحديدها وهي ابتعاد عن سياسات الرئيس أو إدارة الرئيس أوباما والتي قامت بزيادة عديد القوات في البداية ولكن أعقب ذلك جدول زمني ومهلة زمنية أضعفت من موقفنا ضد الطالبان وأولئك من يقومون برعاية الطالبان نحن نقدر أنه لا توجد مهلة زمنية وأمريكا الآن ملتزمة بقدر الإمكان في محاربة العدو المشترك وهو الإرهاب وكما قال الرئيس ترامب هناك في الواقع أكثر من عشرين منظمة إرهابية تعمل في جنوب آسيا معظمها في أفغانستان تهدد أفغانستان والولايات المتحدة نحن نرحب بهذه السياسة ونتطلع للعمل عن كثب مع إدارة ترامب من ناحية تنفيذ الإصلاحات الضرورية للمساعدة على تقوية الحكم الرشيد وسيادة القانون وتخفيض أو تقليص الفقر سأعود إليك سيدة أشرف حيدري أيضا لمناقشة أيضا هناك انتقاضات كان لتحذيرات الباكستان أيضا أكد عليها وزير الخارجية تيلرسون اليوم في مؤتمر صحفي وحذر باكستان من أنها قد تفقد موقعها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة إلا تغير سياستها حيالة طالب عن أفغانستان ننتقل إلى الستديو هنا والعميد للركن المتقاعد في الجيش العراقي إسماعيل السوداني إشارة الرئيس ترامب في حديثي عن أفغانستان إلى أنه لا يمكن أن نكرر خطأ العراق مرة أخرى في أفغانستان هل ترى أن الانسحاب الأمريكي من العراق في عام 2011 هو فعلا الذي تسبب بكل ما حدث بعد ذلك ومنها سيطرة تنظيم داعش وبالتالي الخوف في محله لدى الرئيس ترامب إذا ما صار انسحاب من أفغانستان أن يتكرر الأمر ذاته بسيطرة طالبان والقاعدة إلى حد ما نعم هناك كان خطأ من الإدارتين الأمريكية والحكومة العراقية في تبني انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأعتقد الرئيس بوش في تموز 21 تموز 2007 تنبأ بأن ما سيحدث بالعراق لو أن هناك انسحابا مبكرا للقوات الأمريكية من العراق وسيكون العراق فريسة سهلة للتنظيمات الإرهابية وتحددها بالضبط القاعدة وسيكون هناك قتل كبير جماعي وسيكون هناك فضائع ستجري في العراق لو أن القادة العسكريين لم يوصوا بالانسحاب أو لم يكونوا جاهزين للانسحاب من العراق نعم أنا أتفق مع سياسة الرئيس ترامب التي أعلنها يوم أمس القوات الأفغانية لم تعد وغير جاهزة حاليا لمجابهة تحديات مثل تحديات التهديدات الموجودة الحالية في أفغانستان طالبان يمسيطر على مناطق واسعة من أفغانستان آيسس أو داعش لديها الآن فعاليات في أماكن مختلفة وأعلنت تفجيرات في مارتش الماضي لذلك السؤال الآن الكبير الذي أعتقد يجب أن يسأل 16 سنة أو 17 سنة مرت على تواجد حلف الناتو ولم يكن هناك إمكانية للانسحاب متى ستكون الإمكانية؟ هل هناك تحديدات على الفترة الزمنية لانسحاب؟ لأن في نهاية الأمر أنه إذا لم يتم تعزيز قدرات الجيش الأفغاني بشكل يستطيع أن يقود الأمن ويهزم الإرهاب والجماعات المتطرفة داخل أفغانستان لا يمكن أن نفكر بانسحاب نعم وهذه نقطة أنقولها إلى سيد مايكل كريجين في واشنطن سيد مايكل ثمت من يرى أنه مع تطمين رئيس ترامب لسلطات الأفغانية بأي عدم الانسحاب قريبا لكن أيضا التقارير عن أن الزيادة في عدد الجنود ستقتصر على 3900 جندي ثمت خبراء يقولون أنهم لا يكفون عمليا وتحديدا أن السلطات الأفغانية بالكاد تسيطر على نصف الأراضي الأفغانية هل في تقديرك يمكن أن يضطر رئيس ترامب إلى إرسال مزيد من الجنود بشكل أوسع بكثير لتمكين الجيش الأفغاني هل ثمت تفاؤل باحتمال أن يمسك الجيش الأفغاني فعلا الأراضي الأفغانية كلها؟ لو أردنا التشارك مع الجيش الأفغاني والوزير تيلرسون اليوم قال أننا سوف نتشارك حتى على مستوى الكتيبة ما يعني هذا هو أننا نحتاج على الأقل إلى عشر مستشارين ملحقين مع هذه الكتيبة ومئة شخص كقوة رد فعل سريع لدعم هذه الكتيبة ولو نظرت على عدد الكتائب في القوات الوطنية الأفغانية في الجيش الأفغاني يمكن أن تبدأ في النظر على متطلبات التشارك الفعال بمعنى القيام بدور المساعدة وإعطاء الاستشارات لن نصل إلى مئة ألف ربما هذا هو ما كان مطلوبا إبان صعود أو زيادة عديد القوات في القوات ولكن على مستوى التشارك على مستوى الكتيبة ربما العدد سيكون أكثر مما قيل بمعنى لا يمكن أن نعطي الرقم للصحافة ولا نعطي جدول زمن للانسحاب انظر على ما أوصى به القادة على الأرض لو هذه القوة الجديدة ستذهب إلى أفغانستان وحدات من الفرقة 82 المجوقلة فإنهم سيتمكنون من استخدام القوة ضد داعش وطالبان ولكن يجب أن يكون هناك ضغط دبلوماسي أيضا كما تحدثنا على باكستان وأيضا على إيران وروسيا تذكر إيران وروسيا الآن يسلحان الطالبان والطالبان لا يركز فقط على داعش الطالبان لا يزال يهاجم أمريكيين وقوات الأمن الأفغانية إذن الأعداد كي نقوم بهذا العمل بشكل صحيح لا يجب أن يكون هناك ثلاثين ألف أمريكي وإنما المهمة الصحيحة والمهمة الصحيحة هي تدمير داعش وتدمير قوها على الأرض وحماية الحدود لمنع المساعدات الفتاكة القادمة من باكستان يمكن أن نهزم الطالبان ولا يمكن أن نفعل هذا إلا إذا بقينا في أفغانستان في باكستان الطالبان صبورون وسيبقون هناك إلى الأبد سيد أشرف حيدر يعد إليك بعد الفاصل لنتحدث معك قبل أن تغادرنا أيضا حول ما ترونه في الحكومة الأفغانية من ضرورة لتعزيز القوات الأمريكية هناك وأيضا فيما يتعلق باحتمالات المفاوضات مع طالبان تابعونا مشاهدين بعد قليل اشتركوا في القناة